ونرجع لملعب الأهل بالجزيرة وزي ما قلنا في حلقات قبل كده إن سنة 1949 شهدت تطوير مدرجات الملعب بتعليط مدرجاته وبناء مدرجات جديدة خلت المدرجات تستوعب 20 ألف متفرج وأصبح أكبر ملعب في مصر كلها وبقى الملعب الرئيس للأهل ومنتخب مصر لأن باقي ملعب القاهرة ما كانش أكبرها يستوعب أكتر من 5000 متفرج جالس 9 فبراير 1953 شهدت اقتراح مهم جدا لتطوير الملعب نشوف الجلسة دي فيها إيه عرض اقتراح حضرة الأستاذ المحترم محمد توفيق خشبة عضو مجلس إدارة النادي وعلى فكرة محمد توفيق خشبة يبقى أبو المهندس شريف خشبة اللي كان عضو التحدي بكورة والمهندس شريف خشبة أبو الكابتن هادي خشبة والخاص بإنارة ملعب قرة القدم وقد رؤية تأجيل هذا الطلب للجلسة القادمة بناء على طلب حضرة البكباشي المهندس أركان حرب صلاح نسيم في الوقت ده ما كانش موجود في القاهرة أي ملعب مضاء بالأضواء الكشفة يعني ما فيش أي مطشط بتتلعب بالليل فكان اقتراح إنارة ملعب النادي الأهلي من أهم الاقتراحات في تاريخ ملعب كرة القدم في مصر وجيب جلسة خمسة وعشرين فبراير الف تسعمية تلاتة وخمسين تقرر تأجيل النظر في مشروع إنارة ملعب كرة القدم إلى حين الانتهاء من النظر في مشروع تخطيط النادي في الوقت ده كان فيه فكرة لإعادة تخطيط النادي كاملا وفعلا اتعملت لجنة زي ما جيه في جلسة تبعتاشر مارس الف تسعمية تلاتة وخمسين وفق المجلس وفق المجلس على تشكيل لجنة من حضرات الأستاتيزة المحترمين علي لبيب جبر و أنيس سراج الدين وحسين الشافعي وبجباشي أركان حرب مهندس صلاح نسيم ومحمود مختار التتش للتحكيم في مسابقة تخطيط النادي وعرض النتيجة على المجلس وبدأت عملية إعادة تخطيط النادي الأهلي وكان من ضمن الخطة إنارة ملعب كرة القدم فجيه مجلس الإدارة في جلسة 11 يوليو 1953 قرر المجلس تكليف اليوسباشي المهندس أركان حرب صلاح نسيم بعمل المقايسة اللازمة لإنارة ملعب كرة القدم الرئيسي وبكده بدأت الخطوات الفعلية لإنارة ملعب كرة القدم في النادي الأهلي بالأضواء الكشفة وكان مشروع كبير البشروع انتهى بإضاءة الملعب بالأضواء الكشفة في احتفالية كبيرة قوي حنتكلم عنها في وقتها ومن القرارات الهمة اللي خدها مجلس الإدارة في التوقيت ده قرار جلسة 28 أكتوبر 1953 وجه فيه وافق المجلس على مشروع السيد قائد لواء جوي حسن محمد توفيق سكرتير النادي بمكافحة الأمية بين عمال النادي الصغر كان مشروع ممتاز صديق الملاعب وعمال التنس وغيرهم من اللي ما بيعرفوش لا يقروا ولا يكتبوا يتمحي أمياتهم إيه المانع؟ إن طلبة الكليات والجامعات اللي هم أعضاء النادي يعلمهم الإراءة والكتابة وده اللي حصل بصف شوفوا الفكر سنة 1953 شهدت وقع طريفة بخصوص مكان نعقاد الجامعات العمومية للنادي لحد جمعية نوفمبر 1952 كانت الجمعية بتنعقد في صالة من صلاة النادي وكانت بتكون زحمة قوي لدرجة إن بعض الأعضاء ما بيعرفوش يدخلوا الصالة وما بيسمعوش المناقشات الجمعية العمومية اللي انعقدت في نوفمبر 1953 كانت أول جمعية عمومية تنعقد داخل سوان تم إنشاؤه بطريقة مؤقتة لإقامة الجمعية العمومية زي ما بيحصل حالياً دلوقتي في كل الأندية